تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم ثلاثاء على قناة سيرفي سبورت اللي رح تشتركوا فيها الآن حلقة اليوم شوي يعني ما هيكون فيها معني ربما خلاف بوجهة نظر على تعريف الموضوع لأننا بنتكلم عن لعبين ونجوم يعترف بهم أساطير والناس بتحبهم وبتقدرهم رغم أنهم ما لعبوا مع ولا نادي كرة قدم عالي الشعبية والجماهيرية لما أتكلم أنه نادي مش كبير معناها نادي شعبيته مش دولية مش حول العالم ممكن في بلده كبير لكن على مستوى العالم ما بتصنف كذلك وكالعادي بذكركم أنه توب 5 هو أكثر برنامج رياضي ديمقراطي في اليوتيوب فعبروا عن رأيكم وحكوا لي توب 5 تعونكم بنهاية الحلقة وحكوا لي شو بتكم حلقات أيضا في المستقبل نبدأ بالسرد ونبدأ مع بلين النجم البرازيلي اللي بلش كرة قدم 56 أنها 77 اللي عدد أهدافه زادة عن الألف شامل رسمي وغير الرسمي هد أصغر هدف بتاريخ كأس العالم وأصغر من سجل في مباراة نهائية في كأس العالم بليه اللي لعب بس تقريبا كرة قدم مع سانتوس دعنه نيويورك كوزموس وتجربته الأمريكية كانت تجربة استعراضية أكثر من إنها تجربة كرة قدم عن معنى الحقيقي بليه رغم أنه لعب معنادي واحد أول ما تحكي كرة قدم لازم تحكي بليه أول ما تحكي كأس العالم لازم تحكي بليه بليه شق طريقه الأسطورية بلعبه بقدراته مع منتخب بلاده ومع جولاته الكثير مع سانتوس اللي ما خلت حدا إلا يعرف باسمه أما اللاعب الثاني فهو اللاعب اللي كان يلعب بالثلاث أقدام حسب ما كان يوصفه الإسبان تلمزارة القدم اليمين واليسار والرأس الثلاثة كانوا عبارة عن مدافع بتسجل أهداف تلمزارة تقريبا سيطر على كل الأرقام القياسية التهديفية في الكرة الإسبانية عشان هيك كثير ناس تعتبروا هو أفضل هداف إسباني في التاريخ ولولا إنه إجا ميسي ورونالدو لكان 90% من الأرقام القياسية ما زالت باسمه نتكلم عن اللاعب بس لعب مع أتلاتيك بلباو في مسيرته بالأربعينات والخمسينات الماضيات لاعب سجل عام 58-38 هدف في البطوط الدوري وكان أول لاعب يعمل هذا الشيء في التاريخ وإحتاج الموضوع لسنة 2011 إنه يجي رونالدو يكسر هذا الرقم طبعا بعدها ميسي أخذ الرقم من رونالدو في الموسم التالي يعني يتكلم عن واحد لو لا قدوم ميسي ورونالدو كان معاه كثير أرقام قياسية زيادة عن اللي معاه هلا ما زال الهداف التاريخي لك أسمنك إسبانيا وكذلك الهداف التاريخي لأتلاتيك بلباو تلمزارة بالتأكيد من الأساطير اللي ما لعب مع فرق خارج الباسك لأنه واضح جدا أنه كان انتماء ومطلق لأقليمه ونادي منتقل لللاعب الثالث لو سألت الناس مين أفضل حارس في التاريخ فيك فئة لا بأس بها ممكن تقولك لفياشين رغم أنه ممكن ما تشوف ولا لقطة لفياشين في حياتها لكن عطول أفضل حارس في التاريخ لفياشين لفياشين العنكبوت الأسود الأخطابوت الأسود أي كائن له أيدين كثير هو لفياشين بالتصنيف بالنسبة للناس هذا الحارس لعب طول مسيرته مع دينامو موسكو دينامو موسكو ليو عمر مفاس بالدورة الروسية لفياشين عاش حياته بالاتحاد السوفيتي بعيد عن كل شيء لكن ما زاد صاحب الكرة الذهبية الوحيد في التاريخ كحارس مرمى عدد من الأرقام القياسية كثير بتعلق بتصديل ركالات الجزاء رغم أنه طبعا بعض الأرقام اللي بتنتشر في السوشال ميديا مش كثير دقيقة لكن لفياشين ما بطل يلعب على مستوى عالمي كثير وعلى مستوى شهرة كبيرة وبالعكس كانت بلاده تحارب إعلاميا زي ما منعرف من المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي ورغم ذلك الشق طريقه نحو الأسطورية لأنه حارس ندر أنه يجي مثله أما اللاعب الرابع فلما اعتزل كان فيه عنوان شهير في الصحفة الإنجليزية هل سيأتي من سيحطم رقمه في البرمير ليغ واللي سجله وهو 283 هدف بتكلم عن ألان شيرر اللي ما لعب لا مع يونايتد ولا مع ليفربول ولا حتى مع أرسينان يعني نحكي تشيلسي و سيتي وقتها ما كانوا معهم القدرات الحالية وما لعب مع هذه الأندية ورغم ذلك شق طريقه يقول هدف التاريخ للبرمير لي ألان شيرر اللي لعب مع سوثامتون بلاكبرن نيوكاسل هدف الدور الإنجليزي ثلاث مواسم متتالية ألان شيرر وهدف إنجلترا في يورو 96 قصة تهديف ليورو 96 لافتة وجميلة لأنه اللاعب من سبتمبر 94 لموعد بطولة اليورو ماسنجر ولا هدف الدولي فكان في كثير مطالبات أني أخي هذا مش المهاجم تكن تلعبوا فيه وأول من بدأت يورو 96 ظهر شيرر الحقيقي من أول مباراة سجل في سويسرا ثم سجل في كل مباراة بما فيها رصف النهائي اللي خرجوا فيها أمام ألمانيا براكلات ترجيح باستثناء مباراة دور الثمانية أمام إسبانيا اللي فازت فيها إنجلترا براكلات ترجيح وكان ألان شيرر صاحب التزديد الأولى ونفذها بنجاح رقم قياسي خالد معاك هدف تاريخ بربرلين لا يبدو أنه قريبا حينكسر ولا يبدو أنه فيه لاعب حيقدر يقرب عليه بالفترة الحالية ألان شيرر استطاع يكون أسطورة بدون ما يتلقى دعم دولي جماهيري وإعلامي عالمي أثبت نفسه بنفسه وننتقل للخيار الخامس وبدي أدمجهم اثنين مع بعض لأنهم يعني هدول الثاني بصراحة أنا بحبهم فهم يعني بدي أعذروني يعني بدي أغش في هذا الموضوع تشيلافيرد وكارلوس فالدراما تشيلافيرد حارس باريقوياني ربما أكشهر فيه شي شخصيته حارس ما بيخاف من حد حارس بيلعب أي مباراة كأنه بيلعب مع أي لعب بالدنيا تشيلافيرد عنده أرقام تهدفيه كثير يسجل أكثر من 60 هدف رسمي لكن مسيرته مش كثير كبير مع الأندية ربما أشهر شي لعب فيه في فلس سالس في الأرجنتين يستمر معهم عشر سنين يجع على أوروبا بتجربة قصيرة بريار سرقستة ما كثير لعب لكن لو تيج تسأل أي حدا مين أفضل لاعب في تاريخ الباريقوي نسبة كبيرة من الناس حتقول لك الحارس تشيلافيرد فتشيلافيرد أكيد أسطورة في أمريكا الجنوبية وأكيد أسطورة في برقوي بدون ما يحتاج يمثل أعلى مستوى من الأندية ومن انتقل للثاني كارلوس فالديراما اللي يوما ما أنا قرأت مقال بيقوله إنه فالديراما بيعكس شخصية الكولومبيين إنه الكولومبيين لما ينشهروا وينجحوا ما بيحبوا يلعبوا بالأضواء والأندي الكبيرة وهذا الشيء اللي أبيحبوا يلعبوا بالبعيد عن الضوء شوي فإنه كارلوس فالديراما عدم لعبه مع عينادي كبير في مسيرته كان ظاهرة فالديراما اللي هو أشهر فريق لعب معاه من بليال فرنسية ثلاث سنين أخذ موحم الكأس ثم لعب مع بلد الوليد موسم في أوروبا ورجع أنديته كلها كولومبيا أو أندي أمريكية معظمها أغلقت لأنها كانت في دوريات أقاليم ومناطق يعني مش هالأندي القائمة عشان تستمر فالديراما بكثير ناس بتصنفوا من اللي شافوه إنه من أفضل اللاعبين اللي بمرروا في تلك الرتقدم ربما شعروا ساعدوا على لفة الانتباه لكن اللي شافوه بكأس العالم يعرفوا إنه اللاعب كانت عنده نظرة خارقة في الملعب اللي شافوه بتصفيات كأس العالم يعرف قدراته فالديراما بالنسبة لكلومبيا أكيد أسطوة بمية و 111 مباراة وتأثير وإلهام لما بعده من أجيال بعض الأحيان مش لازم تكون أنت من يتوج اللي بعدك لكن تكون أنت المهم إلهم فالديراما أكيد من اللاعبين اللي ما شاف نادي عليه شعبية بره بلده ورغم ذلك يدر يخلينا نعرفه حول العالم بوصل هون لنهاية حلقة توب فايف الآن دوركم تعملوا شغلتين تشتركوا بالقناة وثانيا تحكوا لي بالتوب فايف شو التوب فايف تعونكم من أساطير عالميين ما لعبوا مع عندي كبيرة في كورت القدم ترجمة نانسي قنقر